هل تم التنصيق مع وسائل إعلام الدول التي سيتم فيها أو سيتواجد بها مقار للجان الانتخابية بشأن الوصول لأكبر عدد من المصريين لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ ده دور بتقوم بيئة السفرات وبتقوم بيئة الجاليات المصرية في الخارج وفي نفس الوقت فيه اهتمام من وسائل الإعلام المصرية ومن القنوات التليفزيونية اللي بيتباحها أعداد كبيرة جدا من المصريين في الخارج وبيحرصوا على مشاهدتها يوميا وأعتقد أن دي هتكون رسالة مهمة من وسائل الإعلام في مصر إما عن متابعة وسائل الإعلام للعملية الانتخابية في الخارج فالهيئة الوطنية وضعت قواعد للموافقة على متابعة الانتخابات من جانب وسائل الإعلام وفيه ضوابط لهذه المتابعة وبعض وسائل الإعلام طلبت موافقة الهيئة على أنها تغطي انتخابات المصريين في الخارج وأنها ترسل فرق لتسجيل عملية الانتخاب وتصورها وأحنا من خلال سفاراتنا بنسمح لوسائل الإعلام هذه بالتواجد في مقر البعثات على أن تكون قد حصلت على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات وبشرط أن تواجدها لا يؤثر على سير العمليات الانتخابية ولا أن تكون هناك أي محاولة للتأثير على المواطنين ولا دفعهم في اتجاه تصويت معين هناك دول الأوضاع الأمنية بها لا تسمح لوجود مقار لجان الانتخابية وهناك دول لا توجد بها بعثات دبلوماسية للإشراف على الانتخابات هل تم استبعاد دول بعينها؟ فعلا تم استبعاد عدة دول منها ليبيا اللي تم إغلاق سفاراتنا في ترابلس فيها الأوضاع الأمنية في اليمن في الصومال في سوريا أيضا أثرت على فرص إجراء انتخابات في هذه الدول كان لنا بعثة في أفراقيا الوسطى وتم إغلاق سفاراتنا هناك بعد تظاهر الأوضاع الأمنية منذ عدة سنوات وما زالت البعثة مغلقة فهذه البعثات للأسف لن يتمكن المصريين فيها من الإدلاء بسطن في الانتخابات الرئاسية هل هناك أي إجراءات تم تنسقها مع وزارة الخارجية والجهات الأمنية في الخارج بشأن تأمين مقار لجان الانتخابية أثناء العملية الانتخابية في الخارج؟ نحن بنشهد في القاهرة عندما تكون هناك انتخابات في إحدى الدول ويتاح لمواطنيها في مصر الاشتراك في الانتخابات أنهما بيختروا وزارة الخارجية وبيختروا وزارة الداخلية لتأمين مقار الانتخاب ولضمان سيولة الحركة في محيط السفارة إذا كان فيه كسافة عددية تفوق النسبة المعتدين عليها في المنطقة وده اللي بتقوم به سفاراتنا في الخارج أنها بتبلغ السلطات المحلية لأن فيه انتخابات في السفارة أيام 16 و17 و18 بالتواصل والتنسيق مع السلطات المعنية بيتم تأدير حجم المطلوب من الوزارات الداخلية في هذه الدول ما إذا كان يتم الاكتفاء بتنظيم المرور أو إتاحة أماكن للسيارات إضافية في محيط السفارة أو أن فيه بعض التهديدات التي تتطلب توفير تأمين إضافي داخل محيط المبنى وكل السفارات في الخارج آمد بهذه الخطوة والحد النهاردة لم تصلنا أي مؤشرات على أن فيه أي محاطر أو تهديدات وبالتالي احنا بنشجع المصريين في الخارج على التواجد وبكسافة في اللجان للإدلاق بالسلطة